هنروح لحليتنا ونروح لأخبارنا يمكن حضراتكم متابعين فريق كرة اليد الرجال خاصة بعد الفوز بالسوبر الأفريقي على حساب نادي الزمالك والحقيقة البطولة دي كانت غيبة بقالها كتير عن نادي الأهلي خلصوا البطولة يومين راحها مرايحوش ولكن يعني اتمرنوا على فترتين وبدأوا مباراة أبطال الكؤوس كان النهار ده يمكن المباراة التانية والفوزة التانية للفريق استطاع الفوز طبعا على فريق بوسكو الإفواري فريق كودفوار استطاعنا يفوز في تاني لقاءاته بنتيجة كام يا جماعة نتيجة 36-17 36-17 الفوز التاني الفوز الأولاني كان على حساب فريق كوريكوس الأثيوبي بنتيجة 48-19 يمكن الفريق ماشي بشكل جيد بفضل الله نطلع أول مجموعتنا لو ربنا كرمنا الحمد لله وطلعنا أول مجموعتنا هيكون سكتنا بإذن الله أكيد أريح بكتير ومنتظر ومن اللي احنا شفناه بشكل كبير هيكون يعني ان شاء الله فريقنا في صدارة المجموعة كل فرق البطولة ضمنوا الصعود لطور التمانية بعد سلسلة الاعتذارات المتكررة من الفرق اللي هتشارك في النسخة دي ودلوقتي بنلعب المبريات دي عشان نحدد هنلعب معامين في ربع النهاية بإذن الله وبإذن الله هتبقى هنبقى أول مجموعتنا زي ما قلت لحضراتكم ونروح نلعب رابع المجموعة التانية واللي فيها نادي الزمالك هي غريبا الدنيا هتبقى رايحة على فاينال مع نادي الزمالك نتمنى ان شاء الله هذه البطولة أهلوية وان شاء الله يرجعوا بالسوبر وكأس الكؤوس في إنجاز يعني يمكن لتاني مرة يكون تحقق على يد النادي الأهلي النادي الأهلي يمكن حقق هذا الإنجاز من قبل في 2017 واستطاع انه يحصد اللقبين نتمنى ان شاء الله النهاردة بعد خمس سنوات انه يحصد اللقبين وان شاء الله يبقى مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بطولة موفقة الحقيقة اللعيبة كانوا رجالة وكانوا على القادر المسئولية خاصة في ماتش السوبر يمكن ماتش السوبر شاهد تفوق نادي الزمالك في الشوت الأولاني ويعني في منتصف الشوت أيضا يمكن في النهاية استطاع الفريق ان يكونوا عند المعاد ويلعبوا برجولة ويعوضوا فرق هدفين ونطلع فيزين هذا اللقاء بفرق هدف ان شاء الله نتمنى لهم الفوز ويرجعونا بالكأسين زي ما قلت لحضراتكم